بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن بذور الكتان بناء على طلب بعض الحبايب من المشتركين والموضوع يمكن يكون أكتر من فيديو لأن الفوائل كثيرة ورح نحاول إن شاء الله يكون الموضوع شامل يعرف الكتان بأسماء عديدة منها بذر كتان المومة كتان ملسج راجق الزير بذرة وزرية الكتان والكتان نبات حولي يصل ارتفاعه إلى حوالي متر ذو ساق نحيلة وأوراقه رمحية وأزهره زرقاء عرف وزرع في مصر القديمة منذ عهد الفراعنة وصنع من السيقان قماش عرف بقماش الكتان الذي استخدم في التحمير أما بذره فهي زيتية بها 40% من الزيت به نسبة عالية من أوميغا 3 و22% بروتينات و4% معادن وزيت الكتان الحار به نسبة عالية من أوميغا 3 الذي يفيد في تقليل الكورسترول والزيت له رائحة مميزة تزيد مع مدة التخزين الموطن الأصلي نبات الكتان هي المناطق المعتدلة من شرق المتوسط وأوروبا وآسيا ويزرع حاليا في جميع أنحاء العالم من أجل أليافه وذوره وزيته وقد زرع الكتان منذ أكثر من 7-3 سنة في الشرق الأوسط ولطالما حظي بتقدير متميز كعشبة طبية عرفه قدماء المصريين وزرعوه وكان وما يزال يعرف بأنه نبات طبي يصلح لعلاج كثير من الأمراض فهو غني بالزيوت غير المشبعة المفيدة للجسم والمعروف شعبيا بالزيت الحار كما أن به الكثير من الغرويات وكلاهما مفيد لأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ويمكن إضافة بذور الكتان للكثير من وجباتنا اليومية سنتعرف في هذا الفيديو على الفرق بين بذور الكتان الذهبي وبذور الكتان البني خصائص أيضا زيت الكتان وفوائد بذور وزيت الكتان وكما تعودنا سنتعرف على أضرار بذور الكتان فاصل ونواصل لنبدأ بالفرق بين بذور الكتان الذهبي الأصفر وبذور الكتان البني تتميز بذور الكتان الذهبية بمحتوها العالي من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9 في حين تحتوي بذور الكتان البني على أحماض أوميجا 3 الدهنية فقط كما تزرع بذور الكتان الذهبية بطريقة عضوية دون استخدام أي مبيدات حشرية ولكن يعد الأثنان متشابهان من ناحية التركيبة الغذائية أوميجا 3 وأوميجا 6 في بذور الكتان تعد دهون أوميجا 3 وأوميجا 6 ممتازة للقلب حيث تساعد على الحد من مستويات الكورسترول السيء المسؤولة عن سد الشرايين كما تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على الوقاية من الالتهابات بالإضافة لكونها تساعد الجسم على تخزين كمية أقل من الدهون كما تسد الشهية وتقي من شيخوخة الجل خصائص زيت الكتان زيت الكتان يكافح الإمساك وارتفاع الكورسترول ويعالج تضخم البروستات والالتهابات النسائية وملطف لتقرحات القولون مثل معظم زيوت الخضروات زيت الكتان يحتوي على حامض اللينوليك والأحماض الدهنية الهامة للحياة ولكنه يختلف عن معظم الزيوت في أنه يحتوي أيضا على مقادير أحماض دهنية أخرى ضرورية مثل الأوميجا 3 وهو نفس الدهن الذي يوجد في زين السمت كما يوجد الحمض الدهن الأساسي اللينوليك ويوجد أيضا المادة الغروية والبروتينات وكذلك يوجد كمية قليلة من الليناميرين والذي له تأثير مهدئ على الجهاز التنفسي ونظريا فإن تناول حبوب بذر الكتان يجب أن يكون مفيدا جدا في الحالات التي يستخدم فيها زيت الأسماك وزيت الكتان يساعد على خفض نسبة الكورسترول في الدم وهناك بحوث محددة على زيت الكتان أشارت إلى أنه أيضا يخفض ارتفاع ضغط الدم وهو فعال وناجح جدا في منع أمراض القلب ولكن يبدو أن زيت بذور الكتان ليس جيدا كبديل لزيت السمك بالنسبة للناس الذين لديهم ارتفاع في مستوى الدهون الثلاثية في الدم وطبعا اللي بحدد ذلك هو إجراء تحاليل الدم لمعرفة نسبة مستوى الدهون الثلاثية وفوائد بذور وزيت الكتان كثيرة والآن رح نستعرض معكم على الشاشة القيمة الغذائية لبذور الكتان وتعتبر بذور الكتان مصدرا مهما لهرمون الاستروجين الذي يحفز السمات الأنثوية في الجسم كما أنه لا يمكن لأي شخص عدم الاستفادة من بذور الكتان ولو من باب الوقاية حيث يعتبر غني بمعنصري الأوميغا 3 والأوميغا 6 كنزا لكل الراغبين في تقليل أوزانهم والحفاظ على أبدانهم من الأمراض المستقبلية ويعمل هذان العنصران على تقليل الوزن بسبب القدرة على إذابة الدهون في الجسم وكذلك إذابة الدهون الداخلية وتقليل نسبة الكروسترول في الدم مما يقلل منفرص الإصابة بأمراض الشريين والقلب وهي مفيدة بشكل كبير لمرضى ضقت الدم والسكر والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ولمرضى الأورام السرطانية لأن بذور الكتان تساعد على الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان وخاصة سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان القولون كما أنها تحتوي على الألياف التي تساعد القولون على إفراز مواد تعمل على حمايته من سرطان القولون كذلك فهي من المواد الغذائية الهامة التي تمنع تساقط الشعر وتحسن من نظارة البشرة وتقلل من علامات ظهور الشيخوخة فهي مفيدة للشعر وتثبيته وفيتامين ها يمنع تساقط الشعر وتقصفه ويراعى عند طحن بذور الكتان أن تكون كمية صغيرة تكفي للاستخدام الآن وذلك لأنها تتعرض للتأكسل بسرعة وتصبح غير نافع يعني منطحان قبل الاستعمال فقط ويمكن لقاية من جفاف العين مع الاستخدام المتسق لزيت بذور الكتان في النظام الغذائي ولزيت بذور الكتان قدرة مضادة للالتهاب يعني أنه يمكنه منع أشكال مختلفة من الالتهابات في الجسم بما في ذلك الأوجاع والآلام الطبيعية في المفاصل والعضلات وتعتبر بذور الكتان غذاء مفيد لجسم حيث تحتوي على الكربهدرات والبروتينات والدهون والألياف التي تقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض بالإضافة لكونها تقوي المناعة وتقي من الشيخوخة وقد أثبتت البحوث العلمية دور بذور الكتان الفعال في الوقاية وفي علاج العديد من الأمراض التنكسية كما كشفت الدراسات العلمية بأن تناول بذور الكتان بشكل منفظم يمكن أن يساعد على الحد من مستويات الكورسترول السيئة بفضل محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان ومن فوائده أيضا يمكن استخدام بذور الكتان في الزبادي يعني اللبن الرائب والسلطات والعصائر كما يمكن مزجها مع الحبوب الأخرى والكعك والمعجنات والخبز ويمكن استخدامه أيضا كبديل للزيت أو الدهون المستخدمة في الوصفات ووفقا للدراسات العلمية تزيد بذور الكتان تدريجيا الحيوية والطاقة كما تحفز عملية التمثيل الغذائي والكفاءة في إنتاج الطاقة للجسم وتتعافى العضلات بشكل أفضل بعد إرهاق التمرين الرياضي أو إرهاق العمل وتعتبر بذور الكتان ممتازة للحد من السمنة نظرا لمحتواها العالي من الألياف الغذائية وهي خمسة أضعاف الشوفان مثلا كما تساعد على تخفيف الشهية وتقليل الكورسترول لذلك ينصح كل من يرغب في خفض الوزن بتناول ملعقة إضافية من بذور الكتان في فترة ما بعض الظهر أيضا تساعد في علاج أنواع مختلفة من السرطان لأن بذور الكتان تحتوي على 27 مكونا مضادا للسرطان بما في ذلك اللجنين حيث توفر بذور الكتان نسبة من اللجنين أكبر بمئة مرة من الحبوب الكاملة ويقل لجنين من تكون الأورام أما في حالة السرطان فيوصى بدمج بذور الكتان المطحونة مع جبنة منزلية منخفضة السعرات الحرارية وأيضا تعمل بذور الكتان على الوقاية من أمراض الجلد والشعر فيصبح الجلد أكثر ليونة مع الاستهلاك المنفضم لبذور الكتان كما تعد بذور الكتان مثالية للبشرة الجافة والحساسة لأشعة الشمس كما تساعد على علاج الصدفية ومشاكل الأجذبة وينصح الاستخدام بذور الكتان كقناع للوجه للتطهير الشامل حيث يساعد على القضاء على البقع البيضاء وحب الشباب والبثور كما تعد ممتاز لعلاج الصدع وتساقط الشعر ولتغذية الشعر وتفيد أيضا الجهاز الهضمي حيث تعتبر بذور الكتان ملينا طبيعيا يقي من تكون الرتوج والرتوج هي انتفاخات مجوفة منتفخة في بطانة الجهاز الهضمي كما يساهم في القضاء على السموم وتعتبر بذور الكتان عنصرا مثاليا للوقاية ولعلاج الإمساك والحموضة كما يساعد على طرد غازات المعدة وتفيد أيضا الجهاز العصبي فقد لاحظ كل من تناول بذور الكتان بانتظام خفاض حاد في التوتر العصبي وإحساسا عاليا بالهدوء لذلك ينصح كل من يعاني من الضغط بتناول بذور الكتان كما تتميز بذور الكتان بالقدرة على تحسين المشاكل السلوكية الفصامية والمشاكل العقلية لكبار السن حيث تعتبر جرعة من الطاقة للدماغ نظرا لكونها تحتوي على مغذيات للناقلات العصبية ومفيدة أيضا للأمراض الالتهابية فيقي تناول بذور الكتان من جميع الأمراض الالتهابية مثل التهاب المعدة والتهاب الكبد والتهاب المفاصل والتهاب القولون والتهاب اللوزتين والتهاب السحاية وغيرها وبالنسبة لاحتباس الماء في جسم يساعد تناول بذور الكتان بشكل منفظم الكلا على تحفيز إفراز الماء والسوديوم وعادة يرتبط احتجاز السوائل بتورم الكاحلين والسمنة ومتلازمة ما قبل الحيض وجميع مراحل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية أيضا تحفز بذور الكتان جهاز المناعة فهي تخفف من الحساسية وتعد فعالة في علاج مرض الذئبة وهو مرض يمكن أن يتلف أي جزء من الجسم مثل الجلد والمفاصل وأي عنصر في الجسم ولكنه غير معدي وهذا نظرا لاحتوائها على أوميغا 3 وأوميغا 6 وأوميغا 9 ومغذيات أخرى كما تساعد الجسم على مقاومة الأمراض بما في ذلك أمراض القلب وتعد بذور الكتان مثالية لعلاج تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الشريان التاجي والجلطة وعدم انتظام ضربات القلب كما تزيد عدد الصفائح الدموية التي تقي من الجلطات الدموية كما تعد ممتازة لتعديل الكروسترول وحتى لا نطيل عليكم حبيبنا انتظرونا في الفيديو القادم لنتحدث عن الكمية الموصى بها من بذور الكتان وكيف تستخدم بذور الكتان أيضا طريقة استخدام بذور الكتان ودقيق الكتان وزيت الكتان والمكملات الغذائية من بذور الكتان أيضا ووصفات من بذور الكتان وطريقة الاستعمال مثل مزيج بذور الكتان مع الصوية وحساء بذور الكتان وكيكة أو تار الزرة مع بذور الكتان ثم نصائح عامة وأخيرا وكما تعودنا أضرار وموانع استخدام بذور الكتان انتظرونا في الفيديو القادم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وراحة البال حبيبنا ما هو رأيكم وتعليقكم على موضوع بذور الكتان للإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم واتخدكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم شفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته